إلى متى بتقديرك سيظل هذا القانون قانون النوت والغاز مثيرا للجدل وسيقود ربما لمزيد من الانقسام وهذا القلال الحاصل بين المركز والإقليم هل يتطلب بتقديرك مزيدا من المفاوضات والسؤال هنا إلى متى أعتقد يحتاج مزيدا من الشفافية والوضوح في الأرقام وفي التوقيتات فيما بين الطرفين فيما بيننا كإقليم كردستان والديمقراطي بالذات وما بين بغداد أيضا وكل ما حدث في السنوات اللي مضت أعتقد كان فيه نوعا من التباطع من الطرفين جوز كنا جاهزين كحكومة إقليم كردستان وكحزب ديمقراطي وكتبنا الأرقام ولكن جاءت جائحة كورونا وعطلت الموضوع بالكامل بعد جائحة كورونا هناك صراعات ملأت الخضراء في بغداد منها تظاهرات ومنها يعني شفنا ما حدث في الآونة الأخيرة فما استطعنا أن نجلس سوية يجوز الآن الفترة المؤاتية لحل الأزمة بطريقة عقلانية والجلوس مرة مرتين ثلاثة حتى نصل إلى نهاية أما إذا قطعناها وقلنا ستة أشهر وبعد ستة أشهر تحدث أزمة جديدة والإعلام نراه يصعد في الأزمة بطريقة أو بأخرى سوف يؤثر سلبا على مستقبل حكومة الشياء السوداني الذي هو تعهد كإدارة دولة وكتوافق سياسي وطني بعيدا عن المكونات التي دخلت به من أجل أن تكون حكومتنا هذه حكومة استقرار وإعمار وبناء إذن كيف نعمل على استقرار وإعمار وبناء وإحنا ما متفقين بين الإقليم والمركز اللي عندك هناك أربع محافظات إلى خمسة تحتاج أن تتفاهم معها يوميا وتحتاج هذه العلاقة من الجانب الاقتصادي طبعا رأت الاقتصاد في العراق الآن ومدخول كل الشاحنات أغلبها خلي نقول موكلة مع عدل الموجود عندنا في وسط وديالة وغيرها هو من قليم كردستان إذن يجب أن نتعامل مع أقليم كردستان كأساس في التفاوض ويجب أن يكون هناك قرار واضح متفق عليه يعني اتخاذ أي قرار بطريقة استبعاد القيادة في أقليم كردستان هذا غير منطق ولا يحدث أبدا وأنا أتوقع العلاقة بدأت تسير بالطريقة الصحيح السيد محمد الشاع السوداني لديه الآن مفاهيم كثيرة ووضعنا بيده بعض الأرقام لذلك احتاج هذه الفترة الزمنية ترجمة نانسي قنقر